بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك يا سنسات تعملين ايه يا ربك لك تكونوا بخير يا حبايبي النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح مع بعض listen to في يونت 6 الدرس الثاني في الوحدة السادة وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على علامة لايك وتفعلوا زر الجرس تيوسلكوا كل جديد ولو لكم اي حاجة يا حبايبي ياريت تكتبولي في كومنت اكتبولي في كومنت وانا هرد عليكم ونبدأ على طول في شرح الدرس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول كلمة عندي طبعا ده عنوان الكلمات اللي تحت يعني اول كلمة الالات الموسيقية كل الكلمات اللي تحت العنوان تعبر على الالات الموسيقية او كلها ايه االات موسيقية طيب اول حاجة لازم تبقوا عارفين يعني ايه االات موسيقية بالانجلش االات موسيقية musical instrumentus musical instrumentus musical instrumentus اول آلة معانا آلة تيوبا او آلة نفخ نحاسية توبا توبا تي يو بي اي طبعا زي ما قلتلكم قبل كده لازم تحفظوا كل كلمة نطق وسبلنج نطق وسبلنج ياريت يا حبابي كل كلمة تمر عليكم تحفظوها نطق وسبلنج قالت تيوبا توبا توبا تي يو بي اي قالت الفلوت فلوت فلوت تي يو بي اي الصغاد symbols 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 cy mb ls cy mb ls توبا drums 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 d-r-u ms d-r-u ms قالت الاكس لفون zelofone 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 هنا حرف الاكس بننطق وزد والبي اتش اف بقول zelofone zelofone هنا القرج الكهربائي electric keyboard electric keyboard هنا حرف السي بننطق وك والسي التانية بننطقها g وطبعا عندي keyboard معناها الورج key طبعا هنا لو قلنا لو جزقنا الكلمتين دول key بمعنى مفتاح وboard بمعنى صبورة لو جمعت الكلمتين مع بعض keyboard معناها الورج خلاص يا حبايبي لما اقول الورج الكهربائي electric keyboard طبعا انا مقسمة كل الكلمات يريد تقسموا الكلمات بنفس الطريقة يعنى مثلا هنا electric keyboard ele ctr ic keyboard ky b o a r d وهكذا زى ما انا مقسمة الكلمات طبعا يا حبايبي انتوا في سنة ستة كبرتوا لازم تحفظوا طبعا كل كلمة نطق وسبرند انا طبعا نظامي من اولى لستة اي كلمة بتمر عليكم بحفظها الكنطق وسبلنج انا كده بقسم الكلمة ولازم تحفظوها سبلنج قالت الهارب هارب 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 لقيتش بتنطق هيه هارب هارب قالت تشلو 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 طبعا هنا بننطق السي على غير المعتاد احنا عارفين لو حرف السي جه وراء اي او اي او واي بننطقه اس ولو جه وراء اي حرف تاني غير الاي والاي والواي بننطقه كي يعني هلا المفروض ان احنا بننطق السي اس ده كده على النظام اللي احنا متعودين عليه في الصوتيات لكن هنا يا حبايبي على غير المعتاد يعني هنا السي ما ينفعش ننطقها اس بننطقها تشي تشي التشلو تشلو قالت الركوردر ريكوردر ريكوردر ار اي سي او ار د اي ار قالت الترمبة ترمبة ترمبة تر يو امي بي اي تي ترمبت ترمبة نقولهم تاني الالات الموسيقية قالت الفلوت السجاد سمبولز انا مقسمة الكلمة تحفظوها بنفس الطريقة تقول قارت القرج الكهربائي الهارب قالت لي تشيلو 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 الريكوردر ريكوردر هنا السي بانطقها كيه ريكوردر ريكوردر لترومبت ترومبت ترومبت تشوف الصفحة اللي بعد كده عندي كلمات أخرى أول كلمة ألم بالمعدة هنا هنا السي والإتش بنطقهم كيه وهنا برضو السي والإتش بنطقهم كيه السمك ايك السمك ايك معا تو جزر تو جزر كامل العدد هاو ميني هاو ميني كامل العدد بتسأل عن العدد هاو ميني التدريب يؤدي للإتقان براكتس ميكس بيرفكت براكتس ميكس بيرفكت هنا السي بنطقها كيه والسي هنا برضو بنطقها كيه التدريب يؤدي للإتقان براكتس ميكس بيرفكت رسالة ميسج ميسج هادئ كويت كويت أفعال بتأتي مع أسماء فيربس اندي نونز فيربس اندي نونز يصاب بألم بالمعدة هاف استوميك ايك طبعا احنا عارفين ان هاف لها معاني كتير ومتعددة الاستخدام لو جه وراها مرض من الأمراض زي كده يبقى معناها يصاب بي او مصاب بي لو جه وراها وجبة من الوجبات او طعام يعني فود او درينكس مشروبات يبقى معناها يتناول يبقى يا حبيبي هاف بترجمها حسب موقعها في الجملة وحسب الكلمة اللي بتيجي معاها يصاب بألم بالمعدة هاف اسمك ايك هاف اسمك ايك يصاب بألم بالمعدة هاف اسمك ايك يتناول العشاء هاف دينار هاف دينار هاف دينار يعز في الكمان play the violin يأخذ رسالة بعد كده عندي مجموعة من الأفعال المنتظمة وبعد كده مجموعة من أفعال غير منتظمة كلها أفعال بنصرفها في زمن أول فعال عندي في الأفعال المنتظمة يعزف يحب يتدرب يصاب أو يتناول يأخذ عندي بعد كده يعني ملاحظات لغوية عندي هنا الفعل لايك احنا قلنا لايك لو جه وراها فعل تاني لازم الفعل التاني نضيف له تاني لايك لو جه وراها فعل تاني مباشرة لازم نضيف للفعل التاني اي انجي اي انجي اي انجي اي انجي ده فعل وجه وراها فعل تاني علشان كده يا حبابي ضيفنا لبلاي انجي يبقى لايك لو جه وراها فعل تاني مباشرة لازم نضيف للفعل التاني اي انجي لما اقول اي لايك بلاين كده بيانو يعني انا طبعا انا احب عصف البيانو انا احب عصف البيانو لكن يا حبابي لو لايك لايك جه وراها لو جه وراها لازم الفيرب الي ييجي بعد تو ييجي في المصدر بدون اي اضافات لايك لو جه وراها لازم الفعل الي هيجي بعد تو يبقى في المصدر بدون اي اضافات احنا هنا قلنا play لي حبابي علشان ما فيش تو لكن هنا في تو وحنا عارفين ان تو يأتي بعدها الفعل في المصدر يأتي بعدها الêtrehave في الانفين يبقى like لو جه وراه to لازم الفعل اللي يجي بعد to يجي في المصدر اقول I like to play the piano انا احب ان to مع الافعال بمعنى ان انا احب ان اعزف على البيانو يبقى يا حبابي like لو جه وراه verb بدون to لازم الفرب التاني نضيف له ing لكن لو جه to بعد like الفعل اللي هيجي بعد to لازم يجي في المصدر بدون اي اضافات دي اول حاجة معانا تاني حاجة how many يعني كامل العدد اخدنا how many في الترم الاول معناها كامل العدد بتسأل عن العدد يأتي بعدها اسم جامع زي كده how many bottles of water did you have يعني كم عدد زجاجات المياه اللي انت اتناولتها يبقى هنا يا حبابي جه وراه اسم جامع how many معناها كامل العدد بتسأل عن العدد يأتي بعدها اسم جامع how many كامل العرد بتسأل عن العرد ويأتي بعدها اسم ايه اسم جامع زي كده طيب للاجابة بشوف عرد الحاجة اللي انا اخدتها او كالتها او تناولتها وبكتبها عايز اقول هنا three bottles يعني ايه يعني ثلاث زجاجات three bottles على حسب العدد اللي انا ايه تناولته ندخل على الصفحة اللي بعد كده طبعا عندي هنا grammar يعني قواعد لغوية جايب لي ثلاث افعال بقول لي هزي الافعال تستخدم مع الالات الموسيقية طبعا الافعال دي حبابي لها اكتر من معنى واكتر من استخدام بس احنا النهار دا هنستخدمها مع الالات الموسيقية اول فعال معنا play طبعا احنا عارفين ان play لها اكتر من معنى يعني احنا النهار دا هنتكلم عن play مع الالات الموسيقية يبقى معناها يعزف لو الفيرب play جه مع الالات الموسيقية يبقى معناها يعزف وزي ما احنا عارفين play بمعنى يلعب وplay بمعنى مصرحية لو جه وراها رياضة من الرياضات زي فوتبول او بسكتبول يبقى معنى هيلعب play بمعنى هيلعب لو جه وراها رياضة من الرياضات طيب امتى يبقى معنىها مصرحية لو جه قبلها مثلا c اقول c play at a seater يعني يشاهد مصرحية في المصرح يبقى يا حبيبي اللي بيحكم على معنى play موجهها في الجملة النهاردة هناخد play بمعنى هيعزف امتى لو جه وراها آلة موسيقية زي كده يبقى هنا نستخدم الفعل play بمعنى يعزف مع جميع الآلات الموسيقية اول جملة يعني هو يعزف على آلة الviolet وآلة الهارب كده جه وراها آلة موسيقية يبقى كده بمعنى يعزف عندي hit و blow بقول له وهي طبعا هنا ويمكن استخدام الأفعال hit و blow ويمكن أيضا استخدام الأفعال hit و blow مع الآلات الموسيقية التالية لو قلت hit the drums يبقى hit لو جه وراها آلة موسيقية زي drums الطبول يبقى معناها يدق او يقرع او يعزف على طابلة بقول hit the drums hit the drums يعني يدق الطبول او يعزف على الطبول او يقرع على الطبول خلاص يا حبيبي hit تأتي مع الآلات الموسيقية بمعنى ايه بمعنى يدق او يقرع او يعزف على ايه على طابلة وبتأتي طبعا مش بتأتي قبل كل الآلات لا ده آلات معينة زي درومز يعني الطبول عندي الفيرب اللي بعد كده blow بمعنى ينفخ في البوق او آلة الفلوت او الريكوردر او توبة يعني blow بتأتي مع كام آلة اربع آلات طبعا الأفعال ديت على حسب الآلات اللي بتيجي معاها هنا blow بمعنى ينفخ في بوق او ينفخ في آلة الفلوت او آلة الريكوردر او آلة توبة يبقى لو جات مع الآلات الموسيقية يبقى معناها ينفخ خلاص يا حبيبي عندي بعد كده مراجعة سريعة على present symbol والpost symbol المضارع البسيط والماضي البسيط present symbol المضارع البسيط طبعا انا شرح المضارع البسيط والماضي البسيط بالتفصيل على القناة لو حابين يا حبيبي تسمعوا شرح المضارع البسيط والماضي البسيط يريد تدخلوا على الفيديوهات الموجودة على القناة انا دلوقتي هامل مراجعة على المضارع البسيط والماضي البسيط. مراجعة سريعة. أول حاجة المدارع البسيط. احنا قلنا أن المدارع البسيط قلنا تكوين المدارع البسيط يتكون من التصريف الأول للفعل بإضافة S أو E S أو I E S للأفعال التي تأتي بعد ال E وC أما الأفعال التي تأتي بعد ال I وLW وال U وZ تأتي بدون إضافات تاني يا حبيبي زمن المدارع البسيط بتاعه تكوينه يعني يتكون من التصريف الأول للفعل بإضافة S أو ES أو IES للأفعال التي تأتي بعد الهي والشي والإت أو أي اسم مفرد أما الأفعال التي تأتي بعد الـ I والوي واليو والزي أو أي اسم جمع تأتي في الانفينيتف في المصدر بدون أي إضافات باختصار شديد لو الجملة في زمن المدارع البسيط بدأت بهي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد باختار الفعل لمضاف له S أو ES أو IES زي كده هنا play مضاف له S ليه؟ علشان الجملة بدأت بهشي وإحنا قلنا مع الهي والشي والإت والإسم المفرد لازم نضيف للفعل S أو ES أو IES على حسب نوعية الفعل لكن لو الجملة بدأت بI أو W أو U أو Z أو أي اسم جمع لازم الفعل يأتي في المصدر بدون أي إضافات زي play زا تشلو هنا الفعل يجه في المصدر علشان الجملة بدأت بإيه؟ بزي طيب بعد كده الكلمات تدل على زمن المدارع البسيط كلمة every اللي هي معناها كل وبتأتي مع day و week و month و year طبعا فيه كلمات تانية بس هم هنا جايب المدارع البسيط والماضي البسيط باختصار every معناها كل بتأتي مع day مع week مع month و year day يعني يوم week يعني أسبوع month يعني شهر year يعني عام لما أقول every day يعني كل يوم every day كل يوم every week كل أسبوع every month كل شهر every year كل عام أو كل سنة طيب يعبر عن إيه؟ زمن present simple يعبر عن factors and habits يعني حقائق وعادات زمن المدارع البسيط يعبر عن حقيقة أو عادة أو فعل متكرر الحدوث بنفيه بإيه يا حبايبي؟ بننفي بdon't و doesn't الآي والوي والزي واليو والاسم الجامع بياخدوا don't الآي والشي والإت والاسم المفرد بياخدوا doesn't وطبعا إحنا المبنين في بودونت و doesn't لازم الفعل يأتي في المصدر طيب الماضي البسيط post simple يتكون من التصريف الثاني للفعل بيضاف D أو AD أو IED للأفعال المنتزمة أما الأفعال الغير منتزمة تحفظ كما هي بس كل ضمائر الفعل يأتي بعدها الفعل في الماضي كل ضمائر الفعل بيجي وراه الفعل في التصريف الثاني يعني يبقى الفعل يأتي في الماضي مع كل ضمائر الفعل ومع كل الأسماء المفرد بالجامع دي لو الجمل إيه مسبتة يبقى حبابي لو عايزة أكون جملة في زمن post simple الماضي البسيط أول حاجة هبدأ بالفعل أي فعل أي ضمير فعل سواء مفرد أو جمع أو اسم مفرد أو جمع برضو أول حاجة هبدأ بالفعل وبعد كده فعل في التصريف الثاني وبعد كده بقى الجملة خلاص يا حبابي طيب ديه الكلمات الدلة على زمن post simple كلمة last معناها ماضي لما أقول last week يعني الأسبوع الماضي last month الشهر الماضي last year العام الماضي دي أول كلمة تاني كلمة yesterday دي يعني بالأمس تالت كلمة ago يعني منذ وطبعا فيه once once يعني زيت مرة وفيه in the past يعني في الماضي وفيه in زيت تاريخ سابق طبعا هنا هو جايب الفرق بين الزمنين باختصار طيب زمن الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن شيء حرس وانتهى في الماضي أو فعل بلأ وانتهى في الماضي أو كصة بلأت وانتهت فين في الماضي بان في زمن الماضي البسيط بديرنت بان في زمن الماضي البسيط بديرنت كل ضمائر الفاعل بتاخد ديرنت علشان يا حبيبي مفيش اللا ديرنت احنا كنا بنقول في المضارع البسيط فيه don't وdoesn't بنقسم ضمائر الفاعل على don't وdoesn't الاي والوي والز واليو بياخدوا don't الهي والشي والإت والإسم المفرد بياخدوا doesn't لكن في زمن الباس السيمبل الماضي البسيط كل ضمائر الفاعل كل ضمائر الفاعل بتاخد ديرنت علشان يا حبيبي مفيش اللا ديرنت بننفي بديدنت اول حاجة بنبدأ بالفاعل وبعد كده rent وبعد كده الفيرب في الانفينتف برضو هنا لازم الفعل يأتي في المصدر يبقى في النفي في زمن المدارة البسيط والماضي البسيط لازم الفعل يأتي في المصدر وبعد كده باقي الجملة وبكده يا حبابي انت هنا من شرح الدرس التاني ما تنسوش تشاركو في القناة وتضغطو على علامة لايك وتفعلو زر الجرس ليبصلكو كل جديد وأسفكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته